وأخيراً هدنة وأخيراً أثمرت الجهود المصرية المتوصلة على مدار 49 يوم وعلى كل الصعود الحقيقة في إقرار أول هدنة إنسانية في قطاع غزة المحاصر هدنة وإن كانت لأيام لكنها الحقيقة كلنا أمل فإنها تكون بداية لهدن متتالية يلملم فيها أهل غزة ألمهم وجرحهم الهدنة كمان من الحاجات الهامة جداً بتحدث أثناء الهدنة وابتدت النهاردة مسألة تبادل المحتجزين في القطاع مقابل الأسرى الفلسطينيين الموجودين داخل سجون الاحتلال سنين كتير وده بودمان مصري توفقت عليه كل الأطراف على الجانب الإسرائيلي الآن تم استلام 13 محتجز من خلال مصر أما من الجانب الفلسطيني فالنهاردة تم تسلم 39 محتجز هم عبارة عن 24 سيدة و15 طفل ويمكن شفنا مشاهد الفرحة للأسيرات وهي بتسجد بتشكر ربنا على إنها شافت النور تاني وخرجت من سجون الصهينة ضفة الغربية الحقيقة النهاردة كانت دليل كبير على إنه هذه الهدنة كانت ضرورة لازمة إحساس الناس إنه آلة الأتل حتتوقف حتى لو مؤقتاً فهو في حد ذاته أمل كبير في الحياة أمل في بقاء هذا العالم على قيد الإنسانية أمل إنه تتوقف مشاهد قتل الأطفال أمل إنه نحقن دماء أطفالنا في غزة ويمكن شفنا النهاردة الفيديوهات اللي كانت مالية مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال غزة هم بيحتفلوا بالهدنة